اكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن اعتزاز عاهر البلاد المفدة وتثمين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا يمثل دافعا لمواصلة العمل بذات العطاء والعزم حتى تحقيق الغايات المنشودة التي أسهمت في أن تنال المملكة الإشادات في التعامل مع مسارات الجائحة محليا وإقليميا ودوليا جاء ذلك لدى تفضل رئيس المجلس الأعلى للصحة بتسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من منتسبية المجلس وذلك إنفاذا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء لكل الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والجهات المساندة كافة وأثنى معاليه على الجهود الوطنية لفريق البحرين الذي أثبت جداراته في وضع الاستراتيجيات البتمي لزاف التعامل مع مختلف الظروف مشهدا بالوعي المجتمعي وروح العطاء لدى أبناء الوطن بمختلف مكوناته والذي كان جوهر نجاح في دعم جهود المبذولة لتجاوز مختلف الظروف من جانبهم عرب منتسبون المجلس الأعلى للصحة الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمل الاستحقاق الطبي عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم السامي مؤكدين تشرفهم بتسلم هذا الوسام الذي يعد حافزا على مؤصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة مملكة البحرين بمناسبة السلام والسلام الأمير سلمان بن حمد الاستحقاق الطبي لا شك أننا نتقدم بشكر الجزيل لمقام سيدي رئيس الوزراء اسمه ولي العهد على تكريمه للكادر الطبي الذي في الحقيقة قدم أسمه وأعلى صور التفاني في خدمة مملكة البحرين طبعا إحنا نجدد الوعد ودائما راح نكون موجودين في خدمة الوطن ونقدم كل ما نملك وكل طاقتنا وكل وقتنا وكل جهودنا حق الوطن لأن الوطن يستاهل ترجمة نانسي قنقر